الآية واضحة جدا وهي تخاطب الصحابة باستثناء علي علي دائما مستثنى كما بيّنت لكم الصحابة مدح وذم نساء النبي كذلك مدحن وذمم القربى وعلي هو العنوان الأول فيهم مدح فقط وفي مقامات الخوري والضعف والهوان علي مستثنى في الكتاب كله من أوله إلى آخره وهذه الحقائق موجودة في كتب السنة قبل الشيعة أأشفقتم يا صحابة النبي علي ليس مخاطبا بالآية أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات خوفكم على دراهمكم بخلكم حبكم لهذه الدراهم جعلكم لا تزورون رسول الله بينما حينما تريدون أن تأكلوا طعاما تأتون قبل الموعد وتلتصقون بالأرض وتملؤون بطونكم من طعام النبي وإنكم لملتصقين بداره لأن الأمر مجاني حينما وجب عليكم أن تدفعوا درهما ما جاء أي أحد منكم أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات هذا يأخذنا يأخذنا إلى الآية الخامسة والستين بعد المئة بعد البسملة من سورة البقرة ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله هل كان الصحابة بحسب آية النجوة هل كان الصحابة يتصفون بهذا الوصف من أنهم أشد حبا لله لو كانوا كذلك لأنفقوا دراهمهم كانت الدراهم عندهم هي التي تعلق الحب بها بدرجة أشد من حبهم لزيارة رسول الله هذا هو الواقع الآية الآية الخامسة والستون بعد المئة بعد البسملة من سورة البقرة والذين آمنوا أشد حبا لله هذا الحب الذي يكون بهذه الدرجة بالدرجة الأشد المفترض أن تظهر آثاره العملية على أرض الواقع لماذا حينما فرض الله صدقة يسيرة لمناجات رسول الله وزيارته امتنعوا جميعا لماذا يحبون رسول الله ولكن ليس كعلي يحبون رسول الله ولكن ليس كدراهمهم وإذا ما ذهبنا إلى سورة التوبة وإلى الآية الرابعة والعشرين منها قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين هذه فتوى من الله بتفسيق من حاله هذا الحال الذي يجد حبه لماله أكثر من حبه لرسول الله فهذا فاسق بفتوى بفتوى من الله أقرأوا الآية مرة أخرى وتدبروا فيها قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقي قد يقول قائل من أن الآية أظهرت أن الله قد تاب عليهم أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم لماذا تاب الله عليهم لأنهم قد ارتكبوا منكرا ارتكبوا قبيحا لم يأتوا لمناجاة رسول الله هل القبيح في عدم اتيانهم القبيح في أنهم أحبوا الدراهم أكثر من رسول الله هذا هو القبيح ما كان واجبا عليهم أن يأتوا لزيارة رسول الله الواجب عليهم إذا أرادوا زيارة رسول الله أن يدفعوا صدق المنكر الذي ارتكبوه أنهم أحبوا دراهمهم أكثر من رسول الله فهم قوم فاسقون بحسب الآية التي مرت علينا تاب الله عليهم حينما تاب الله عليهم تاب الله عليهم بسبب القبيح الذي ارتكبوه لكن هذا لا يعني أنهم قد انتقلوا من الحالة الأسوأ إلى الحالة الأحسن أقرب لكم الفكرة بمثال إذا ما ذهبنا إلى سورة آل عمران وفي الآية الثالثة والخمسين بعد المئة بعد البسملة الحديث عن فرار الصحابة في أحط إذ تصعدون تتجهون في فراركم بعيدا عن رسول الله إذ تصعدون ولا تلون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم إلى آخر الآية تستمر الآيات إلى الآية الخامسة والخمسين بعد المئة بعد البسملة من السورة نفسها في سياق واقعة أحد إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم عفى الله عنهم الأثر القبيح العمل القبيح حذف من سجلاتهم سجلاتهم لكن الحالة القبيحة التي عندهم في خيانة رسول الله وفي الفرار هل زالت بقيت بقيت موجودة العقوبة زالت عنه أما الخصة فقد بقيت موجودة بل ظهرت بصورة أقبح في واقعة الأحزاب واقعة الأحزاب جاءت بعد واقعة أحد إذا ما ذهبنا إلى سورة الأحزاب إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هناك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا إلى آخر ما جاء في الآيات ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا قل لن ينفعكم الفرار قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذن لا تمتعون إلا قليلا هذه الصورة أقبح صورة الصحابة هنا أقبح وأقبح وأقبح مما كانوا عليه في واقعة أحد وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هناك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا وهل توقف الأمر عند هذا الحاد حينما جاءت خيبار وما الذي جرى في خيبر كبار الصحابة فروا من المعركة ولذا فإن رسول الله قال في وصف أمير المؤمنين من أنه سيعطي الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله كرارا غير فرار لأن القوم فرارون في حالة فرار مستمر والأمر هو هو في واقعة حنين في الآية الخامسة والعشرين من سورة التوبة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبره وهذه الحكاية بقيت مستمرة إلى آخر الخط العاف لإزالة العقوبة التوبة لإزالة آثار المعصية آثار المنكر لكن هذا لا يعني أنهم انتقلوا من الحالة الأسوأ إلى الحالة الأحسن نعود إلى سورة المجادلة أو المجادلة وإلى الآية الثالثة بعد العاشرة بعد البسملة أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات مفسروا السنة يحاولون أن يصنعوا أعذارا للصحابة لكن الحقيقة واضحة ليس هناك من مساحة للاعتذار عن الصحابة للاعتذار عن بخلهم وعن خستهم وعن حقارتهم في أنهم لم يدفعوا درهما صدقة لمناجات رسول الله الأمر تشخص من أن علي هو الشاخص المفرد المميز ولذا نسخ الحكم علي تشخص وتميز فنسخ الحكم رحمة ببخل الصحابة ورحمة بدراهمهم ورحمة من رسول الله بخصتهم ودناءتهم ماذا تسمون هذا هذه خصة ودناءة أن يتصدقوا بدرهم لمناجات رسول الله ولم يفعلوا هذه خصة في أخباح صورها ودناءة في أقذر حالاتها هذا هو واقع الصحابة لأنهم يحبون دراهمهم أكثر من رسول الله هذه مشكلة السقيفة بن ساعد وهي هي مشكلة سقيفة بن طوسي فإن المراجع الطوسيين هذا الخوعي في كتابه التنقيح في شرح العروة الوثقة في الجزء الخاص بمباحث الاجتهاد والاحتياط والتخليد في الصفحة العشرين بعد المائتين بعبارة صريحة يقول لا يشترط في مرجع التقليد أن يكون شديد الحب لهم أو يكون ممن له ثبات تام في أمرهم صلوات الله عليه الكلام واضح المنطق هو المنطق منطق سقيفة بن طوسي هو منطق سقيفة بن ساعد أولئك الأعراب الذين شحت نفوسهم الخسيسة عن انفاق درهم لملاقات رسول الله هؤلاء هم الذين تسلط على الأمة وأسسوا ما أسسوا من دين وشرعوه إنه دين سقيفة بن ساعد وسقيفة بن طوسي فرع من فروعها هذا المنطق يخالف القرآن يخالف الآيات التي مرت علينا يخالف الآية الخامسة والستين بعد المئة بعد البسملة من سورة البقرة والذين والذين آمنوا أشد حباً لله وهذا المرجع الطوسي هكذا يقول لا يشترط في مرجع التقليد أن يكون شديد الحب لهم أو يكون ممن له ثبات تام في أمرهم صلوات الله عليه هذا الكلام هو هو يقوله السستاني وإنما جئت بالسستاني لأنه هو الأعلى في الوسط الطوسي المعاصر البقية على نفس هذا المنهج هذا كتابه الاجتهاد والتقليد والاحتياط إنها طبعة مؤسسة نور الأمير هذه الطبعة طبعة 2020 ميلادي 1441 هجري قمري الكلام هو هو في صفحة أربعمية أو خمسة وسبعين هو هو كلام الخوع وهو هو كلام بقية المراجع الطوسيين من الأموات ومن الأحياء المعاصرين ومن القادمين على المنهج الطوسي القذر نفسه في قادم الأيام نذهب إلى فاصل